موسيقى مساء الخير والنور والورد وكل شيء حلو فيه الدنيا هياكم الله وياهلا وياه مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على الوتر ضيفت حلقة هذا المساء لها من اسمها أجمل نصيب هي فنانة راهنت على شغفها وحبها للفن منذ أولى نبضات القلب بكل تمكن وقت دار كسبت الرهان فنانة احترمت عملها واسمها واسم ديرتها اللي مثلتها خير تمثيل فبادلها التاريخ والجمهور ذات الاحترام الليلة بكل حب وأخيرا راح أعزف بكل حب على أوتار جميلة القلب والقالب الفنانة البحرينية القديرة لطيفة مجرن مساء شورد نور وعسل أهلا حبيب شكرا على هالكلام الجميل الرائع اللي طالع من القلب حبيبتي شكرا ألف شكر شكرا يا مذيعة يا متألقة يا الجميلة يا حبيبتي لما نشوف برنامج على الوتر ويد نرتاح لأنك طبيعية ومشالله تلقائية وضحكتك ابتسامتك تسوى الدنيا كلها يا حبيبتي يا حبيبتي نستانس يعني نشوف مذيعات ومذيعة مثل هذه ويد نرتاح يعني الحمد لله يا حبيبتي تلفزيون البحرين عنده مذيعة مثل أستاذة روضة يا سلام يا حبيب يا حبيب القلب على راسي أولا ما في أستاذة على لطيفة مجرن هذه أولا خلصين منها حبيبتي الله يخليت ثانيا أستاذتنا وأول مذيعة في التلفزيون والليوم كلمة أول بنقولها ويد ثالثا أنت تعرفين يقينا تعلمين يقينا وش كثر أنا كنت منتدرى هذي اللقاء وش كثر كلمتك لأن بس طلتش هذي بالدنيا وبعدين الأصفر اليوم ماك للجو كلا يعني الأصفر اليوم شي تبني كنت أقول لك أنا بمحمد دريلي تقدم ماريطانيا اليوم صدقيني هذا اللي ما تقدم لك منور الدنيا كلها الله ينور عليك نحن الضيوفك اليوم شوفت عينك أول مدى الشيتي الكل التفحة والينك الكل سعيد بس بمجرد ذكر اسمك على راسي من فوق عنويتك عندي بالدنيا كلها حبيبتي وإن شاء الله تكون حلقة تليق بمقام لطيفة منك حبيبتي اسلام راسيك وبالعكس أنا من دشيت وشفت هالستوديو الرائع الجميل وهالديكور اللي يعني ما شاء الله ما شاء الله ديكور رائع أكثر من رائع حبيبتي وبعدين ذكرني بالذي مضى أيوة بحر الحكايات ذكرني بحر الحكايات أيوة صانعوا التاريخ الله أيوة الله 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 وبعدين كون الشي اسم الستوديو فوق أيوة تجينكم يطق المطر طاق 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 كلس عقل المخرج ستاب عبارة يخر عليك وصوت السيارات برا عبارة ما يطوفكم شاي المطر والهرانوت أبدان على الواحين وإن شاء الله الواحين الواحين تبارك الله صار غير الله يتخلي القائمين على الستوديو وعلى التلفزيون الحمد لله رب العالمين نواتي بيتك ومكانك وإننا لضيوفك اليوم الله يخليك سلمين في البداية طال عمرت سمحي لنا نتابع تقرير بسيط لا يقول شيء في مسيرة الكبيرة لطيفة مجرن ولكن حاولنا وسمحي لنا على الكسور لا ما ممكن الكسور نشوف التقرير ونبدأ كلامنا إذا سمحت لنا تفضل يا حبيبتي تفضل ولد معها الشغف منذ طفولتها غطت خطواتها الأولى في المسرح المدرسي الذي شكل بدايتها للتعرف على التمثيل وعلى حب أداء الأدوار المتنوعة من هذا الشغف انطلقت الفنانة لطيفة المجرن وكانت بدايتها في مسلسل وجوه ولا إلا ولكنها اشتهرت مع مسلسل سوالف أم هلال الذي مثلته مع الفنان البحريني أحمد عيسى من هنا تنوعت الأدوار التنثيلية التي قامت بأدائها لتصير الممثلة البحرينية التي ارتبطت بأعمال درامية شكلت ذاكرة حقيقية للشعب البحريني وتميزت بدور الأم الحنون في مسلسلات عديدة إلى جانب العديد من الأدوار التراجيدية والكوميدية كما أن لها بعض التجارب في التقديم التلفزيوني بالإضافة لأدوارها في بعض الأفلام السينمائية مثل فيلم الحاجز وفيلم حكاية بحرينية الفنانة لطيفة المجرن صوت وخضور ارتبط وما زال يرتبط بشعور الطمأنينة والحب شكراً عمري ما قصرته على هاللقطات الحلوة الجميلة اللي رجعتني الورا وقعتها شوف نيران وحزوا الدور وفرجون الأول دكريات جداً جداً جميلة ورائعة يعني النورة كل الدنيا طالبت الله ينور عليك حبيبتي وجودت هيا عليك انبجيت وقت العمر؟ حين بأطلع من الستوديو خلاص قلت كل شيء اللي عندك قلت اللي عندي قلت اللي عندي قلت خلاص بعد اشتبين سوالفنا غير لا سوالفنا غير انبجيت طال عمرك؟ يا الله تفضل سوالفنا نبدأ طال عمرك بالبطاقة التعريفية الاسم الكريم لطيفة عبدالله مترن الكواري عاشة الأسامي الله يسمح من موليد المحرق الجميلة حالة بو ماهر اروح في السنة ولا ما اروح؟ السنة هذي؟ ايه هذي؟ اقول لا ام شو اقول عن عمرك؟ اقول تبين؟ ما اخش انا ترى عودي حين فعلواتك رابون الصبحة مفتوحة اقول عمرك كب كبيرة الف وتسعمية وخمسين نعم واربعة وخمسين؟ لا عدن ستة وخمسين واربعة وخمسين؟ بس الله يسأل ما تشابوني كبروني حق الجواز كلها بنات تقولوني تقولوني بيه؟ يقول لي بنات يقولوني يمعات يمعات بباك كلها ستة وخمسين يعني ابوه باشر بتقولين ثمانية وخمسين بعد كم اخر؟ قلت لهم لا الاخر ستة وخمسين واربعة وخمسين خراب هم هم كبريني؟ أقول لهم ستة وخمسين عمت تسعمية وستين لاني أتفر ترى العمار عمت تسعمية وثمانين ايه؟ كان تربين بعد ايه؟ العمر كلها كبيرة حين حبيبتي؟ البوتيكس والفلار شوفوا يا كمال اللي قاعدين عمرهم في السبعين والثمانين صوروا في العشرين ما عليك ما عليك الشباب شباب بالروح ايه شكرا عجابتك عجابتيني وناص طويلة العمر من وجهة نظرج من عصارة خبرك السنين وصفيلي الحياة بكلمات وصفيلي تقلباتها وحلوها وحلو مرحب الحياة وحلوة الله نحن لازم نحن اللي نخليها حلوة بس في ناس ما عارف يعني كل عندهم شاء مكتئاب ويعني ما ينظرون حق الحياة بجمالها بحلوها كل عندهم الجمال عندهم الحياة لا الحياة مرة خاصة في هالزمن دي يعني احنا الزمن اللي عشناه قبل غير زمن غير حبيبتي كنا نلعاب ونطلع ونسهار معادي ومعادي ما نفكر انه هذي ولد وهذي بنت ما في خوف من شيء ما في خوف نرقد مؤمنين بيوتنا مبطلة للصبح يوالله يوالله ما عندنا شيء اسم خوف ولش هالحين حبيبتي لو الحياة تغيرت الحياة ما تغيرت الناس اللي غيروها يوالله يه الناس غيروا الحياة بس الحياة حلوة لو احنا بننظر لها الحياة حلوة حياة حلوة بس سنة سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك أفعلوك أحينا 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 نحط بس قدلك أنا الترى عظيمة لا قدلك من شوي وطبيعية وطغة شواء أين بتي هذه الصورة أحينا ما أقول لك أحينا ما أقول لك أخ منك تصج وين بتي هذه الصورة ذي أنا أقول لك نسالف اليوم بنشتغل صديقييني يا سلسل اللامنة يا سلام عليك انت الأحلى انت المحالية الدنيا انت العبنين نعمل يلا طبيعة العمر أحب العمر وعمرك يلا تحبين المجازفة وايد وأنا لما أقول تحبين المجازفة لا أتكلم بس عن محطات حياتك العملية أيضا أتكلم عن الحياة الشخصية ولكن دعا نبدأ بالعمل أول مذيعة أول منتجة من أمائل الممثلات خليني أعود شوي موضوع الإنتاج لأنها ما كانت خطوة سهلة في وقتها انتجتي أول مسلسل ملاذ الطير من بعدها يمكن ثلاث أو أربع مسلسلات ومن بعدها شوي بدأوا الناس أنهما يتجهون إلى خط الإنتاج من بعدها ما خفتي من فكرة أن أنت تجربين شيء ما حد سبقتش فيه من قبل ما خفتي من فكرة الفشل من فكرة الخسارة لا ما فكرت ليش أول شي فكرت أن أنا مذيعة وأنا فنانة ويعني وعرف أن كل المحطات بتوقف وياي وكل الفنانين بيوقفون وياي وكل الناس بيوقفون وياي ليش لأن الحمد لله أنا أشوف نفسي أنه وايد ناس يحبوني وايد ناس يقدروني فأنا لما أروح أك أي إنسان أو أروح بيت أطق بابهم بدون مادي يفتحون لي الباب تفضلي صوري عندنا أي مكان أروح وعلى نياتكم ترزقون نادوني مثلا أستاذ الله يطوله بعمره خليل ذوادي قال لي لطيفة إحنا عندنا مسلسل وإحنا أول منتج منفذ نبي نقدمه حق الشركات الأنتاج فش رايج قلت له أنا أبي قال لي ليش ريايلي مشوا ربا يووني قالوا لهم ما نقدر قلت له أنا أبي أنا أقدر شم الميزونية قل لي 75 أهواء ما توقع قل لي 75 ألف قلت له موافقة بالنسبة أن هذه مبلغ ضئيل ضئيل جدا يعني ضئيل اللي حم تدفعين حق الممثلين حق التكلفة الإنتاجية حق كل شيء حق النثريات وحق كل شيء نعم المواد وحق المعدات وحق فالحمد لله وفقت في نفس الوقت والحمد لله طلع عمل ناجح جدا وتسوق وشارك في مهرجانات ونجحنا والحمد لله عمل ناجح إن شاء الله نحو مزيد من النجاحات إن شاء الله إن شاء الله يا رب أنت إسمك بحد داتة مثل ما قلت لك علامة جودة الله يخلي تسلمت حبيبتي أنزي ما عليك زود حبيبة قلبي بكل صراحة على الصعيد الشخصي هذه المجازفة ما خسرتك شي فيهم من الأيام بكل صراحة لا ما خسرتني بس يمكن بعيداتني شوي عن عيالي لمثلا أروح أسافر وأثم بالشهرين هذي الشي يعني صعب وشي عور القلب ولما أنا أهد عيالي صغار بس يوم تفتدي عشر سنوات ما اشتقل ولا مثلت عشر سنوات قاعدة في البيت بس عشان أربي عيالي لأنه والحمد لله الحين الدكتور الدكتور والكابتن كابتن ما شاء الله أجمل استثمار الحمد لله رب العالمين وهذي شيء هذي اللي أثمر أن أنا وجودتي بينهم وحبي حق عيالي واحتضاني لهم مو بس وجودت يعني أنا أنا ما أكتع كلامك أنا بالخير من محمد وأكيد برجة حق عيالك وأتكلم عنهم باستفادة أثناء حديثنا اليوم إذا سمحتيلي ولكن من كلامي معهم عرفت أن أنتي كان وجودت حظتت كان وجودت فعلاً على مفارقة في مسيرتهم العملية والعلمية الحمد لله رب العالمين هم من ثنين لتش بعد رب العالمين كل الفضل في موصلولا برجع أتكلم عنهم مو من أتكلم أنا أصمى أنا أصمى أنا أصمى حقك شعليك أنا وايد أحب عيالي أنا أتبين لي أي والله وايد وايد أحبهم يعني وهم يحبوني أكثر وأكثر وبرجع لهم عنهم شوية لا لازم نتسلم حين ما قدر أنا أعرف هم وايد يحبوني يعني مقدرين الشي ومقدرين اللي سويته لهم دائماً يرددون عليهم وأنت تستاهلين كل خير نعم الحمد لله رب العالمين الله يا ربي يرفع راسك فيهم وأنا رفع راسي بهم هما سندي هما ظهري كل شيء تاج راسي في حياتي يعني الحمد لله يعني طلعتي وروحتي ومثلت ومثلت وتعبت وشي قيت ما راح أدر إيه والله هذي شيء يعني أعطاني هالأعيال أعطاني هالشوغولات يعني الثمار أثمار جميلة يعني في حياتي يعني وايد وايد أنا مستنسة ورافع راسي كم يسوى أنا ركبت الطيارة وقال له فواز أحمود كم يسوى محمد أحمود حمد الدكتور حمد هاي كم عندي بالدنيا كلها إيه والله ماها وفاء وفاء كانت تشتغل بعد في طيران الخليج نعم تشغلها بعد ما شاء الله والحمد لله وماها بعد تدير صالونها والحمد لله الحياة ماشية والعمد العيالي ناجحين في حيات ما عندهم عيال والحمد لله هذي بروحة بحداث الإنسان يشكر الله على ذي الشيء إن الله عطى عيال شديد وإن التعب والشقة ما راح أدر طبعا طبعا الله يخليك تاج على راسم طول العمر حضرتك ومحمد والله يسأل أكيد راح أرجع لهم اليوم أثناء كلامنا حبيبك إذا سنحتيلي أنا وائد آسفة لم أتيش في الدنيا بس دمعة الحب ودمعة الفرح لا بأسف بها مثل ما نقول وائد أحب عيالي أنا وائد وائد يعني وهم يموتون مو بشيء بسيط يعني الله يعلم يعني أنا أنا داخلي حنونة يعني لو واحد يقول آه أنا يمكن أن أموت قابلة بسم الله عليهم بسم الله عليك الله يطول الله يخليهم يطولوا بعمرهم تبلغين فيهم خير البلاغ يبلغهم في عيالهم إن شاء الله بس هذه بالدنيا كلها يا عمري ايو والله نزيد نرجع حق محور حديثنا وأكيد راح نرجع حق أبنائج إذا سمحت لنا اليوم أمم حفل توضل بعد المرحلة الفانوية قلب تخفك على طول على طول تمثيل أبي أمثل ايه أبي أمثل نعم ما يعلى بالتش ولو في لحظة أن أنت تفكرين أن أنت تكملين الدراسة لا حبي حق التمثيل وحق الفان ايه وأن أكون فنانة ومذيعة نسوني كل شي اوف ايه والله ولا هم مني خلصت الثانوية وعلى طول يعني أنا دراسة دراسة حطيت كلها في عيالي نعم ايه والله قلت خلني أدرس للثانوية واشتقل وشوفوا يعني شلون يعني يمكن لو أنا استمريت في التعليم بعد يمكن يصير الحال غير بس حبي حق الفان وحبي حق التمثيل وحبي أن أكون مذيعة أكون شيء جميل شيء في المجتمع يعني ومختلف ومكان موجود ايه أكيد يوم طلعت واني على الهوى الكلت باشر اوه تطيفة مجران ينتظروني في السكة لما أرجع ايه والله أرجع ينتظروني يعني سئلي استاذ أحمد المقلب ان شاء الله ان شاء الله كل التحيالات ننتظرج لأنتي تسيارة اوبا ايه لأنا في الفريج واحد ومن هالي استاذ أحمد ايه كل التحيالات يعني ايه والله ان زين طويات العمار جمعت لك عدد من الصور اللي من أيام لا بيض ولا سود والحركات بععد والبركات اهو خلينا نشوف اذا سمحت لنا بنزع نعلق عليهم تفضل اهو 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 هتعرفين كم عمري هنا يعني من عطوش الصور اذن انا ما اقول القذلة عسل اهو اهو ما تلاوى الشذيالي هالليون مفروح عبارة لا والكل اقذالي الشذيال اهو جوالة اهو 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 هاي الصبايا مسكيني الله 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 شا الجوال هاي هاي فريج ويني أبولك الصورة ذي وي ويا حل حمري يا حمودي ولدي مع زوجي ايه مع زوجي طبعا في مصر بمحمد الله من معطوش هالصور انا هاي امور ما اقولها طوية العمار هالامور ما تنقل قولي لي اكثر ذكرة من غزاك قلبي شذيال اموتش كاي الصور كلهم كلهم الصور هذي رجعت للماضي تذكرت ايوم تذكرت الفريج تذكرت عيالي صغار تذكرت فيها الامور هذي وهالقذلة يا بوكذلة شبيه الريم شحليلة السلام عليت السلام انزين طويلة العمار في شيء قرقع في قلبي لازم اقولها ما قرم اقولها زاد فضلت قويد اليوم عندي امور تقرقع لا اثاث البيت ايه عرفتي شابي اقول ايه شنو اثاث ليش لازم يتغير كل شهر ووو عندي حبة تقيرا من قول شريق الصن عليك اي قصن عليك لو ما قصن ترى قولي وستش طال عمراج ايش هالماس رفدي احين بيتنا درايشنا موري ستايرني كلها بنفسي جاي اروح اشتري بنفسي جاي كراسي امزي لقلون يما عودي شفيش انتاي الستاير بنفسي جاي والكراسي بنفسي جاي بعد قلت لهم شفيك وانت وكلها تعيبون على دوقي امزي قلوا لي اودي يما بحلو كلها بنفسي جاي بنفسي جاي رحت لكويت انتا عب بلت ما قاله لا عن السكسويل سكسويل محملة اثاث وصواني وموعين تضحوني يا رب ايه انا انهو تحيل المنظر ان في سكسويل عند البيت محمل موعين وصواني واثاث ملكويت سكسويلين بعد مبوحة لذي انقل بشامل يوم ينثاني يمكن نحن شوف اللقاء اللي يبلق قراط يعرف روحي؟ ايه يعرف طبعاً ويقعد وصي الظهر لا يتشفوني كل شيء غير بيتش قوله ويما من بنفسجي كلها البيت بيتش تزعينتي بيتش كلها بيتش علق المهدي لنا لا لا كلها بيتش يقولون لي كنتو قلتولي معايبتو على ذوقي مني نارقد على لون نقوم على لون ثوني نارقد على أثاث نقوم على أثاث ثوني المواعي نفس الشي يعني وكل مسؤولات قلتي الجملة الشهيرة مالتوش مردي باستخدمها يقولون لي سوصل بله هالجملة مردي باستخدمة لا بس يعني ضاعت فلوسك يا صابر وايد وايد ضاعت فلوسك يا صابر يعني الموضوع مو تمام ايه كلها أثاث وقلت من كثرة الأثاثك وحطتها في مكتب ترسل مكتب معلقوا لي لا لا شيلي شيلي هالأثاث باس البنافقين يطيف السكاة ايه والله العظيم لا هالأنا الفلوس الفكريم فيها المفوض بمراحل متقدمة طالعب رج ايه والله ايه يا بل لا تكادسين قابل يتي تشترين لكن هذا الموضوع مو يعني ايه والله مو يعني ايه والله مو يعني نحن نصالف هنا عن هذا الموضوع ما هو أكثر ما تخشى لطيفة مجرى المحفظ للقرب أكثر هاجس يلازم تجبين فترة وثانية وما عمر تجبين صارحتي فيه لندا الشيتي غرفتك تفكرين فيه قبل اتنامي كله أفكر في عيالي ايه والله كله أفكر انه بأشوفهم في على المراتب ما بأشوف في يوم انه ولدي مثلا او بنتي فيهم شيء بسم الله دايما اقول يا رب لا تعور قلبي عليهم ايه دايما الكلمة هاذا يقولها قبل النوم ايه والله لا تعور قلبي يا ربي ولا تروح قلبي على عيالي او بأشوفهم كله بصحة وعافية يصيدني قال المرض بس ما يصيدهم والله دايما هاي الكلمة اقولها قبل النوم والله قسم بالله يعني دايما بأشوف عيالي بصحة واتشوفهم مستنسين في بيتهم ويا عيالهم ويا نسوانهم كل هدفي في الحياة تلي يعني هذي هاجس خاصة حين هالأيام هذي اللي تشوفين هالأمراض وهذي نعم نعم وايد يعني عورت قلبت يعني ما تتمنين حبايبت اللي تشوفينها جدام عينتها الحين نعم اي والله فالله يخليهم يطول بعمرهم ان شاء الله واشوفهم دوم ناجحين يا رب يعني لما قالوا لي ان امنا حبها لنا ما ينوصف ما صدكت بس حين شوف سبعيني اي والله ما ينوصف يعني مهما كنت اسألهم يقولون لي ما ينوصف ما نعرف نوصف لك الحمد لله رب العالمين الله يطول بأمرك و يخليك تاج على راسك بطول العمر حبيبتي سلمي يا رب عطيك الصحة والعافية الله يعطيك على كثر جمالها الابتسامة و جمالها الروح والله انا استاذ روضى يعني مو بس حق عيالي انا احن على كل الناس يعني عيالي بس بعد مثلا اذا امثلوا ايا واحد او واحدة دايما انا اتشوفهم جدا معيني عيالي يا الله اي والله اعطيهم الحب والحنان يعني ليه الحين الحمد لله ما عندي عدوات ولا عندي شيء ولا الحمد لله اديش امثلوا اياهم و اطلع احتضنهم يا الله اي والله يعني مو يعني ممكن يمكن سألي اي واحد فنان و فنانة قولي لهم شنه بالنسبة لكم لطيفة مجرد ما بيقولون لي يعني الحمد لله ما الله يحبب فيتش خلق ادوم يا رب الله يسلمك وهذي شيء جميل وهذي اللي تسبنام من الحياة حب الناس من التمثيل حب الناس لنا وحب الفنانين والفنانات بس هاي بالدنيا كلها الله اللي نحب عبد حبب الناس فيه الله يحبب فيتش خلق ادوم يا رب الحمد لله شكران حمد ويرزقك على قدميتش يا عمد إن شاء الله يا رب في حياة كل واحد منا يطويلة العمر شيء يطغى على الميزان بكفته في حياة الجميلة فطيفة مجرد الله يجمل أيامك وسط كل الأعمال الإثانية الجميلة اللي حبرة تشقن دمتيها المحترمة والثقيلة وذات القيمة ما هو العمل اللي يطغى على كفة الميزان؟ يمكن عمل زارع الشر يمكن عمل زارع الشر يلا هاي سنة خمسة وتسعين والحمد لله هذي شيء جميل وحتى أنا كنت في تركيا اصطل فيني زوجي قال لي لطيفة بقول لاتشاي قلت لا نعم لا يقول لي تعارفين أن أنتي في السايفي مهرجان القاهرة؟ قلت هاي مسلسل أنا ما توقعت أنه بيوجدون زارع الشر قال لي زارع الشر صاديني توهون والله العظيم من الفرحة ماذا؟ ايه والله من الفرحة ما عرفت ورد عليه ها؟ شلون؟ قل لي ايه والله توه حين المهرجان مخلص وقال لين اسميك معا تشم يسوي يا حبيبتي ايه والله تشم تسوي هالفرحة هذي وهالنجاح نجاحي بين هؤلاء والكم الهائل من الممثلين والممثلات منافسة صعبة منافسة صعبة يعني والحمد لله عطوني الشهادة والميدالية الذهبية من نجاح لنجاح اكثر يا رب شكرا حبيبتي والحمد لله ان شاء الله دوم يا ربي واشوف دايما ممثلاتنا وممثلين ودوم ان شاء الله ناجحين يا رب يا رب الحمد لله انزم طويلة العمر صور ممعتهم لك بعد انا منا قلت صورت طالع عندك الصور اطالع مني انا كامارتي مني ايه وهاي شاشت صويت العمر ايه بكت شوية صور انا اليوم ترى كل الحلقة بوق في بوق بوق في بوق بس بوق محلق بوق لطيف حين انا ربي اللي اتصالتي تقولين بتتصلين وين هم بعدين 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 يا اياش الخير يا اياش امور امور اهم شي تقولين لي ايه انتي ما كلمت فيديو وانا قلت لك كلمت كلمان اليوم ايه كلمت كلمان فلا تحاطين امورنا طايدة ان شاء الله شوف الشاشة ما دعلي تامر تفضله ان شاء الله الحب الدائم الله ايه الحب المستمر الجوام ما شاء الله انا لا يفرقنا ان شاء الله اللهم امين يا رب اللي قاعدين نشوفه معاتي طبعا هو بمحمد حب العمر ايه والله وشريك الحياة ايه نعم اذا قلت لي النزوات التقليدي بقولك لايبة لا طبعا لا عار بصم عار هاي قولك قصة حياتي كلها ايه فانا ما اتركها عندك طال عمرت تقولين الصالفة اذا بقلتي بقولانا ايه بقول انتي احسن طبيعة العمر شوف عن البراء انتي اول ايه ما علي حب عفيف طار بقولي شوف انت تشوف البراءة شلون يا حليلة شو لطيفة والله شوفها النظرة طيبة الحنونة حليبدا يبدح روحجي ذي ذنب النزحك بمحمد حتى بمحمد طيب ويباين عليه يعني والنام والنام في اكيد طيبون الطيبات لا في قصة حب يعني بيني وبين بمحمد قصة يعني بريئة اه عارف عارف بس ما تقولين ايه اعطيني يا خطابني وطبعا الاهل عرضوا شوية مزي وبس لانه هو يعني ما عارف اوني ولي عارف نيش دي وبس مدحوا وقالوا لي وي طيب وخذي وحلي وش دي وفعلا يعني اللي قالوا ما ما تذبه يعني اول بس قلت لك انا هو اهداني هدية هداية اللي معيالي الله بالدنيا كلها هاي تمتسوا عندي انه عطاني محمد وحمد وفووز ومها وطا بس هذي الشي جميل والهدية اللي عطاني ايها الله الحمد لله رب العالمين ما عطتيني قصة وعشنا قصة حب حلوة واي يوم جميلة يعني محمد لازم يصير مناوشات شوية عاطينا انا ترى ناطرتك تخلصين ترى مطاوب لا 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 يصير يعني بحلوة الحياة كلها عسل في عسل طبعا فعالية المناوشات طيق انطالبة لازم في مر شوية طبعا لوح الحياة العسل هذي المر وكل شي شكله وايد المناوشات ايه لازم عوان تعارفين انا اروح امثل ايه واروه بس واشجعني يعني على التمثيل بس بعد ان تعارفين اهدى بالشهر مسكين بالشهرين ضو الشهرين ضل متى يعني لا كنت ص mont months كان ظلمي فيها لان احس بتغلط كفسير من البعيد uments ايه ابو عليتش انتي ترى ما عطتيني قصة الحب على فكرة والاواطف مقلت لي ترى انا ترى الطوفة قولنا قولي يا طوية العمر أفعليت، أبي العواطر. أقول لها شنو قصة الحب تقولي يا تقدم لي. ما قبل. ما قبل؟ أيوة عاطيني. قولي طوية العمر. شو أقول لها؟ والله ما أطور. أنا قاعدين ساعة. لا، بس هي خطابني قابل يعني. قولي أبي كتش دي. أشلون قولك عاد؟ طررش من عمتي. أيوة. قولي روح أقول لها أن أنا شفتها وهي طيبة وحليوة. وأبي أتزواجها. ما شلون عرف أن أنت طيبة وحليوة؟ أخو، ولي بتحرجتها. ما شلون عرف؟ قول صديقة عمتي لها؟ لا، ولدي عمتك قولي أنها طيبة وحليوة. أيوة. مثل ما يقول عنه، يروح قول عنه. حليوة وطيبة. أيوة. أعرف أنه طيبة وحليوة. أعرفت أنه طيبة وحليوة. أنه طيبة وحليوة. وحليوة. وليس لديه لف ودوران. فعلا أنه طيبة. نحن مختلفنا في عمار. أنا أعرف لك القصة، ترى ما بطاوف سؤالي. أيوة. بس قصة؟ قصة معرفة أن أنتم طيبين وحليوين. أيوة. أجبت سؤالي يا حين؟ أيوة. نحن الأمي. أيوة بيتنا. أيوة بيت عمتان. أيوة. أيوة بيت عمتان. أيوة بيت عمتان. أيوة. لازم أن أختي برا تراها. أيوة. أختي برا أراها. أيوة. أيوة معلوم. وهاللون أختي بعد كنت تشتغل معه في المطار حلو إيه أختي كنت تشتغل مضيفة في المطار أيوة وهي قولتلي هي حبتني فيه قولتلي حليه واختيه وويه طيب ومؤدب ومحترم وقلت خلاص يالله أوكي أنزيل ومودهم حليه وطيب يالله أنزيل أنا في أمور ترى ما قلتيها بس احتراماً حق الهواء واحتراماً حق رغبتتش ما بقول إيه بس أيها بالضبطلعت أحد بالضبطل إيه عدل الشار خجولة سمعيش باشا غلوة شحين تشوفاي بعد طيات العمر ولا تونين سموا فضحات لحين فضحنا ذي البرنامج ها أشياء شي ما شفتوها البرنامج البرنامج حلفت عمري مشوب صورة ملامح فيها من رسمك حلفت اني ما افتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك وبامسح كل رسالة حب ولا خلي أثر بالقلب وبامسح كل رسالة حب ولا خلي أثر بالقلب ولا خلي أثر بالقلب أبد منك أبد منك أبد منك أبد منك حبيبتي حبيبتي انتين هاي لغنية أول غنية هداتي ياهبو محمد اي نعم كبيني قولين قصات ولا نطوش لو بعد يقني ليش حبيبي شمعات الجلس حبيبي شمعات الجلس ولا كو مني شي غير وش هذي لقنية ياهبو كتاب هلي في الرسالة لحن الرسالة عندي يا السلام لحن شوزين عباد ثلاثة الرسالة ومشكلة موقف المحاولة الرسالة تشققت شدي يعني من كتر ما هي مطوية تحللت والله العظيم بس لنفتحتيها الله الكلمات الحلوة المنمقة الجميلة يا رية الزمان ذاك يعود اي 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 والله مع الوقت ما يتحجوم ما يصالفون طوياة العمر مع الوقت الثمية تفتحين القديم كل ساعة ورح أطول عن الرسالة لو حطأت تفتي جوري بعد وسط قلبي روح أطول عن الرسالة تفتحتي جوري ما لك حلثون حتى بقى أنا أستحن بنيوتي لكن عاد بنتي ما شاء الله عليه هو فوق الله يحفظها ما تخلي شيء شرسو يلبي بوي تعالي شلونها بويها لوني أكتبلها قلت يا أول ثاني أكتب لي حين لو رحيت رحيز مرطيرة الحين جادة حين خلاص شبع من الرسالة ومن الكلام الحلو خلاص حي كبارني يما نفكر في دنيوني نفكر في عيولني حين خلاص الكلمة التي تكهرني تنقلب عشرة تنقلب ويعيش بس كلها يقولون حين بس العشرة انزم تنقلب عشرة تنقلب عشرة تنقلب عشرة تنقلب عشرة لو которت من الحلو وحتى الورق Ori ust أوجب وعبر يقول لا يقول كلها منافقين وكث في المنافقين بالعكس المرة تستؤنس لما زوجي يقول لها كلام حلو وحبيبتي وعمري وروح فلفي القلب دي يتلال مش عالي في القلب مش دراني واني شفي قلبه عبر عبر قول اهي على الرومانسية بس نسمعانها منتوفة نسمعانها منتوفة خلكم ير يويل عيشوا في الرومانسية عطوا زوجاتكم الرومانسية خلهم يستنسون يفرحون المرأة شنو تابي المرأة مثل الطفلة تستنس لما احد يحبها ويعطيه الكلام الجميل ويقول لها حبيبتي وياثني عليه ويقول لها انت شلتيني وانت يادي يعني شلت عيالي شوانا زوجي يقول لي هالكلام بس ما يقول لي حبيبتي وعمري يقول لي يا عالي طيفعون بس خلاص قلت لها لا قول قول عبر قول حدي طالع التكتوك بس كلها في التكتوك هالحيني هالتيكتوك اللي غربها لنا فيه خلال الريائي ما عبنا ينسون ما يقولوا لها تشوه يعني ينسوا النسوان واللي قاعدين يا مام وبس كل سعرة في فعولها التلفون ويا الله ويتشوفون ويتضحكون ما يقول لك يعني انتي بالذات ما يزلت انقلت ما يقول لك قصطين عليكم المسلسلات قصطين عليكم يعارف ان انت قاعدت بيك ساعات لما نحطه مجتع مؤثر قصية حتى وفوت بولي يا امه يعني انتي ممثلة وتعارفين انه هذي تشذب يعني شش بس ليش نصيحين تلالوا يما يعور القال يعني في الحياة ترى تحدث شدي المشوكل والامراض هو يتحدث نعم عشان شدي دمعت عيني ماصيح ايه والله يعني الله لا ينزل دمعتك الله يوم محمد عيش الرومانسية الله يوم محمد عوض اخبينا الشامعة هولي وانتي رايح حطاها هولي بينا شامعة حطا عليه حطا يومي الرومانسية موكة ترى يتشوف الحلقة اليوم مبوكة مطيحة مؤمنة مبوكة يتشوف الحلقة لا او تخذين للشامعة دشين موهدينة واردة حامرة احين كلها هوا يسجلتين تاي كلها مسجل ولا جيد شعي طبيعات العمر ولا جيد شعي خليني اطردني من البيت كل يوم اذا بس سؤال في قلبي بعين خلاص ما باقول لنا بيعرضون الحلقة صبرايا ايه لا تقول لنا هو كلها يلاحق وراء القنوات اللي كلها مسلسلات والتكتوك ايه والتكتوك اتفضلي اذا جربنا نتجرب نصيبنا ايه مثلا نكلمتين وقلتين لها ان انت تحبينه تصارتكي اللو قول لا احين ذات تصارتكي اش بيرج تقول لي معندها تسولفة اذا انت بي نجرب جربة قسم باللو كبيرة والله جربة اذا ما قولت ما عندها تسولفة تبونت وينه تلفوني في الشنطة وين شنطة انتها شيء انا اقول لا استاذة لطيفة تحبك انت تكلمين تقول لا والله انا يا ابو محمد انا وايد احبك والله بيطقها ضحكة قسم بالله بيطقها عشان خاطر روضة نسويها ايه بيطقها ضحكة انا بيضحك فعليك صبري ابي تلفون استاذة لطيفة ما عليكم امر يول حاج اماني الشنطة ما عليكم امر ام حسن تتعرفيش باقول لا ألف شكل باقول لا اهنا خلص خلصيت اللقاء وحطوا لنا اغاني اش اسمع لا لا مو خلصيت بتا دشينا في الموضع واتري ألف شكل لا عشان ما يشوك ألف شكل حبيتلي عشان ما يشوك اما يسمع سبيكر وجاربي من المايك صبعة الله يستر انتم بتسابع سلمة رب العالمية سبيكر سبيكر طيال امر ابي مكالمة سبيكر اي صوبت اي وش ايه ماقوبة هي صوبت واي صوبت كيف ستكون مرحبا هلا ابو محمد صباح الخير صباح الخير صفاح الخير مساء الخير أحين هوني أسمعي تغنية والله العظم ذكرتني بالذي ماضي تعرفوني شكتر وحبك وحمود أحين عرافة صج؟ وانت صج؟ أحادي يقول حق زوجت صج؟ ايه أحراها بس ما نشوف اسمع الأغنية هذي حبيبي شامعة الجلاص هوا هوا ممكن تتحطها لي دي الأغنية ايه هل تحبني أو لا؟ أكيد أحب أن تحبني واو عشرة صفر ما يدري ما يدري نحن على الهواء مساء الخير بمحمد طويل العمر اسمح لنا نحن ترى احنا على الهواء في برنامج على الوتر وتحديت الله يحفظك تحديت أم محمد قلت لها كلمي قولي لها أنت تحبينها تقول لي ترى بيضحك كلش أنا بعدها حبت شما توقعناها عشرة صفر شبوه ألف شكر شكراً وايد 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 على مداخلتك اللي إحنا يعني ما مرتبنا لها بس كانت أحلى مداخلة الله خليت أكا ويهست وأحمر وتوهجت أكا وطالعت على الصوب سول في خليت التكتوك أنت بس خلي التكتوك عنك بس وعقبة تقول لي ها شوكت الوزون عطني كلام حلو أنت بس قبل لا تسكر المقالمة ها شوكت ها شوكت قل لي كلام حلو عدي أبو محمد خلي الجمهور والمشاهدين يستنسون أنت الدنيا والآخره والمهدد 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 انتي الدنيا والآخره الله 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 قلي لنا شغلنا لك حلفت عمري شكراً حطوا لي غنيات حلفت عمري ما شوفها خلي غنيها لك قانهم محمود قانهم بلو عيمي شوك شو عيور يا عيور اهني عشرة انه يرجعنا للعشرة الشسم الحلوى ذي والبلوعين والطيب إن شاء الله بصرزين وشرب الشسم الليمون ويوزنجبيل بصرزين ما عليك شر إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مع السلام الله يوافق الجميع مع السلام يقول لي باي باي والعادش يقول ما يقول باي باي يقول لي اوكي يلا اوكي يلا ما توعيني لصوت القطار لا بس بي تاربا قليلا لا يدري والله ما يدري أنا بعده أحبت ونتي الدنيا والآخر حش كبير والله عيور والله عيور زب ما يدري نحن علىها وابس كي نطير أعرف وذكرة إلي ولك كده حنلقاء أنا وايد مستمتعة وياتي يسلم راسك دامنا قاعدين نتكلم عن مسيرة الجميلة لطيفة مجرن لابد أن نعرج على مسلسل خزنة كونه أجمل نقاط التحول في حياتك هذا مسلسل لاقي نجاح كبير أبي أعرف شون سره هذي أول يمكن تاني عملي نعم تلفزون الدمام حلو وتعرفين يعني كنا تلقائيين وعايلة ويانا أماني محمد بعاد وعبد الله سوليدة وحبد الأربية مجموعة حلوة نعم ويانا عبد المحسن النمر الله ايه والأطفال يحبون المسلسل أقول لك يعني يلاقي نجاح كبير كبير ايه والله لأنه يعني كنا طبيعيين قابل كان يصج في البيت يبيعون أيس كريم واليهول يتسممون وسمم اليهول ويوني الشرطة واندعي ساعة السرير الزين بعدين تشوفي الحين ضباط كبار في المطار واحد ضابط اهلا اهلا فنانتنا بأم السعوديين الله قلت لهم مين قل انتي يعني وايد حبينات وايد يعني ما في ممثل سعودي ما صرتي أمه في مسلسل خزنة شوك شلون فرق فرق وايد مع الناس ايه يعني وماشاء الله من صغارتي كبارة حين وصار ضابط وريال وكبار شوك شلون ما نساو وليل حين تذكرون يعني ناس يعني يمكن تشوفونا في اليوتيوب وليهالو يتذكرون خزنة خزنة ايه والله والحمد لله يعني انا مثلت وايد اشياء في حياتي وايد جميلة يعني نعم وليها ذكريات حلوة طبعا مع ممثلين كبار يعني أستاذ عبد المحسن النمر علي السبع من السعودي وايد ممثلة اشتقلت مع أستاذ حيات الفهد سعود عبدالله في مسلسل سليمان الطيب أهم أسامي أهم أسامي الفنانين أهم الفنانين أهم الفنانين سليمان الطيب بعد يعني كان مسلسل بالنسب لي ناقلة بعد في الكوميديا يعني كنت أنا أصور مسلسلات كوميديا بس سليمان الطيب لا يعني ما قصرت أستاذ حيات الفهد يوم اختارتني على العمل نعم كنت أيام حلوة في حياتي يا ربي إن شاء الله تعود هالأيام وأجمل منها بعد يا رب يا رب يا رب طياد العمر سمحي لأسؤال يولي تفضل في عادة وايد 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 جميلة أنت تسوي لها الله يا ربي يتقبلها منك ويآجرك عليها إن شاء الله على كثر ما أن أنت تسوي لها بدون رياء وبدون مجاهرة عرفتي شنو أبي أقول نعم في وقت معين من السنة حضرتك التفقين مع العديد من المتعففين خلي نقول إنهم ييون لبيتك ويأخذون اللي يكسمى رب العالمين من رزقه إذا ما تبين أطلع السؤال على الهوى ترى ما رح أطلعه لأن أنا عارف أنت شكتر تحبين أنت تسوينا بينك وبين ربك وينعدون على أصابع اليد الوحدة اللي يعرفون عن هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين وأنا إذا كنت قاعدة أتكلم عن هاي الموضوع اليوم هو على سبيل أخذ الأسوة الحسنة فقط لذلك أنا أحب أسئلك هالشي متى ومشلون بديتيه ومشلون العكس على حياتك بكل تفاصيلها بالخير والبركة أبوي الله يرحمك الله إيه والله أبوي كان يحب يساعد يحب يعطي حتى لو مقبوه ما في شيء يشيل اللي هذي ويعطي يعني هو علمني علمني يحب الناس وحب وفعل الخير يعني كنت أتذكر أنا كنت ابناي صغير يعني عنده دكان صغير حلو ولما نيمرون عليه يهال صغار يقول لهم تعالوا يبع ثم عندك هم خذو يعطيهم هاي الزراعة أبوي فيني وحين أنا أمشي على مسيرته يعني ليه الحين رياييل وصاروا كبار والضابط ضابط والمدرس مدرس والمدير مدير يقولون يقولون نحنا ما ننسى عبدالله مجرن لنمرنا يعطينا الإقلامة ويعطينا الحلويات يعطينا والله العظيم أبوي كم يسوى هاي الأثر طيب وذكر ويعطي الناس كان العيش والشكر يعطيهم سلافة أقول لهم يا صغيرة وأقول لهم يا صغيرة أقول لهم يا صغيرة أنت في الدافتر وايد تطالب ناس أخذ من عندهم مدى من تنكسار تقول له يا صغيرة باركة ما أخذ من عندهم لو عندهم بيون يعطوني وإذا ما عندهم حلال عليهم بس لا تروحون وتطقون على بيوت الناس وتقول لهم عطوني اللي يطالبك رعب الله مجرن لأنه مقتنع أن هذا ليس يعطيه هذا حق لهم من رزق الله العالمين حق وانا الحين أمشي على مسيرته أحب فعل الخير وأعرف الفقير من الغني وأعرف بوايه إذا هو سعيد وعنده شيء واللي ما عنده يعني أنا ما أقول لك شو سوي في المحلات مولئي يعني الله يعلم ما يعلم إلا الله سبحانه وأعطي يدلي يمين يعني الله يرزقني وهذي اللي أنا أسأل عنك شلو من العكس هاي الشيء بخير وبركة على حياتك الحمد لله أنا مثل ما قلت لك الهدف من سؤالي أخذ الأسوة الحسنة كيف أعرف رب العالمين بشنا عوضتك عن اللي تعطينا من خير ومصحة ومزق عوضني بخير عوضني بخير عوضني عيالي هذي أهم شيء عوضني بالخير وعوضني بالرزق الوثير والحمد لله وتدفع البلاء وأن لما أعطي أقول يا رب اللهم أجعله ثواب أول شي في ثواب والديي ودافعت بلع عن عيالي الله يتقبله ويآجرت يا رب اللهم آمين يا رب وهذه كم يسوى يعني البسمة عطيتي واحدة مثلا قلت لها هاتح حبيبتي تشوفينها تضحك تستبشر وتدعيلت إذا كان الله خير الله يزيدك بالنعيمة هاي كم تسوى فرشتي كربتها رب العالمين بطري الله فرش كربتت صحيح أكيد الله يتقبله رب العالمين والله الله يعطيك بالمزيد يعني أنا وره واحد يوني نعم أتذكر قولي لطيفة أنا محتاج تعطيني شي يعني قلت له أمر والله تذكر كنت في قعدة في الدريش ووقته والمطر يطاق يوني قولي عطيني يعني مو عندك شي تتحطيني شي بسيطة قسم باللوريح حطيته يوم ثاني ما تصورين الله شعطاني 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 وسخير أي والله نجاح عيالي بالدني كلها قلت له شانا ترى عيالي يسون عندي الدني كلها يعني يوم رحنا انتقالنا بيتنا الثاني وبيت الكل يشيد فيه الله جميل كلها ترى من دعوات الناس لي ويدعون لي بالخير ولين تمثالت وريحت واتصلوا فيني الكويت والسعودية لطيفة عندنا مسلسل كذا وقريت المسلسل شام يسوى هذي كلها من دعوات الناس لي صحيح والخير اللي أنا أسويه الله يعوضنا ويعطينا قلت لك من شوية الله لنحب عبد حبب الناس فيه حبب الناس فيه وهذه الفان بعد هو اللي خلى الناس تحبنا أكثر وأكثر الله يحب الحمد لله يعني تميس ولي مشيتي في السكة والله لطيفة نحبك ونموت عليك تميس ودي ونبس في البحرين خارج البحرين يعبرون عن شعورهم هذي كلها من حبهم لنا يعني ما يقولون هذر أو يقولون الشي لا مفهوم يعني شوفاي هما يقولون يقولون ويه بعض الفانانات لا شوي سعاط بعض الفانانات يا بشون وياي بس حبهم لغير نعم أنا أستانس يعني وأقول الله يعني الصج إنها الشي ثمر يعني موضع أم محمد إحنا كلنا نشوفك إذا سلحتيلي يعني إحنا كلنا نشوفك ترى واحدة من أهل بيتنا إحنا ما نشوفك مجرد فلوانا الحمد لله لدينا بيوتنا لدينا بشيتي قلوبنا نشوفك أمنا نشوفك أختنا العودة حبيب تشرب فيكم والله نشوفك واحدة من أهلنا لذلك هذي الشي ما يننسي وترى مو مرتبط الموضوع الظهورك من خلال أعمال خلاص هاي تعافين شيء انطبع في قلوبنا نعم والله شيء انطبع في قلوبنا حبك موجود في قلوبنا أنت قيمة وقامة ثانية كبيرة أكبر من أننا نفقز لها الله يخليك والله كلام يسوى الدنيا كلها يعني تشوفي أستاذ روضا سمى سمى الله عدوك يعني بدليل أن أنا إذا مثلت أمثل من قلبي أمثل الأم الحنونة يعني ما يعني كأنها طبيعية يعني ما مثلت أتصنع أو أمثل يعني لا بس يلا خلني أمثل وخلاص لا من قلب يعني شوفي يليل أن حتى اليهول يشوفوني يا صدقين تتشبهين أمي أنا ما شبهتها قلت بس من حبهم لي يشبهوني في الإنسان اللي أهم يحبونه الإنسان يداتهم وائد وائد ناس يقولون لي صدقين تتشبهين أمي صدقين تتشبهين أمي يشوفوني فيك والله العظيم تشوفوني فيني الحب هام حق يداتهم تشوفوني تشوفوني الحب فيني أنا ليش؟ لأن تشوفون في المسلسلات دائما الأم الحنونة الطيبة فأنا أنا أنا شيء مستقصر فيني وما أقدر أغيره الله يحببك حبيبك الله يحببك الله يحببك خلينا نشوف الصغار أحين المحور الياي شوينا بنياود روحنا أمينا طيبة أنا قلت لهني اود روحنا دماعات الله يحسر تفضل واه واه واي واي هدي أول هدية عطاني ياها ربي وفاء واي 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 أمري شفها الابتسامة دي تسوى الدنيا كلها هذي وفا بنتي أول بنت لي وهذي يقولدي حم حمد اوه يا عمري حبيبي اوه يا عليك يا امه ربي يحفظك إن شاء الله ويسر أمرك ويحفظ عيائي لك يا ربي اللهم أمين هذي فواز أمري واني بتصورة يا عمري يا عمري يا محمد لا تستطيعيني من وين يمتعوا حبيبي محمد أمري نبي حمد عاد حمد القالي والدي ما عليك ما عليك يا احنا تفكر كل شيئيتش لا تحاتين لا تحاتين احاتين أمري الله الله استنستي اوف يعني شا قلتش يعني هاليه هذي نسفني التعب ونسفني لأنا باب واروح حين واني طال عمستشوب واروح عندي لقاء وشدي هذي كلها روح نسيتها يا عمري يا عمري كم يسوى كلامك أندي بالدنيا كلها حبيبة والله العظيم استنسة اوف شفت عيالي شفت أغلى شيء عطاني رب العالمين شلو ما استنس اي عاليه اي والله شفت وفوز غير الشحلي شفت فعليك شفت محمد شفت فواز الى لطيفة الجميلة الام الحياة ابنائها محمد حمد فواز مهة الله يخليهم لك يا رب يخليش داعش عراسهم اللهم آمين يا رب وتبلغين فيهم خير البلاغ يا رب دينة الحياة الدنيا عيالك ممكن تقابلهم وشنو صرتي بعدهم انا قابلها كنت لا شيء يعني صجرة رحت امثل واييي واروح وايي بس كنت بروحي وحيدة يعني عرفتك نعم واني بس تزوجت بالنسبة الصغيرة فاني يبت هالقمر وفاء هي نستني كل شيء هي حياتي يعني اروح امثل اروح اول شيء كنت مذيعة اوديه وياي الله ايه وهي صغيرة ونستني كل شيء نستني همومي نعم نستني ثعبي وشيقاي نعم رب يعني خاصة اول واحدة تيبينها ايه الحياة غير الصير نعم اكيد ايه والله ايه يا علي شفي قلبي شفي شفي القمر يا عمري مثل العسل شفي اوني بد صغيرة هني ايه مثل العسل يا عمري المفارقة الغريبة طال عمرك انا اصف دوما علي المفارقة الغريبة طال عمرك انا انا مثل ما قتلك بتذكرين بداية لقائمة قتلك حضرتك دائما مغامرة يعني على كثر حبت الابنائك على كثر ما ان حضرتك كنت اكثر من دعمهم في مشوار الدراسة بالخارج أعلم كيف لأم مرتبة الى أبناءها الى هذا الحد الذي لا يوسع الذي لا حد له انه هي تتحمل غياب أبناءها الثلاثة حمد، محمد، فواز، للدراسة بعيد عن عينها لمدة سنين متواصلة أنا بعد ما قعد أتكلم عن دكتور حمد اللي أصلاً مستقر خارج البحرين من 2008 شلون حاليتي هالمعادلة؟ الصج كانت الحياة صعبة بالنسبة لي يعني والبعد عنهم أصعب لأن تعرفين يعني فراغهم فراغ الظنة صعب ومو بسنة ولا بسنتين أحب تشبيل حطوها شباب والثنون واي 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 هذه نقطة أطبع في محمد حبيبي عمري أمني عمري كلهم عمري كلهم حياتي هذه أشكرة وأكثر يعني هما خلاص صاروا يدرون ترى متصلحين مع الموضوع يقولوني أولا يوم العاصم نقول لها نظار يمما وما يصير يمما تدي أشكرة تقعدين نوصل قاعدة ترى محمد أحبها أكثر شنزل الفقارة لا كلهم أحبهم والله كلهم كلهم أكيد أشكرها لدرجة أن نحن كل يوم نحس أن نحن ما راح نوفيها جزاها يعني يقولوني البيت قوم يحتي من كثر الفازات من كثر الفازات نزل ما فيها الدمعة أنا حما ما شفت الدمعة هذه بيبعا ما حطولت ما أكطاع فقال لي ما أكطاع عندي يوري تحطينا لي عطوني ذي بس ذي قتلني ذي في حياة كل واحد منا قلت الأمر مجموعة من الأسرار أمرها ما ضاح فيها لأحد عندك استعداد اليوم تسبوحين لنا بأحدها مرة يوات تقولي أغماء بدالت وشي يوات تقولي شعالي يا دشوات مش هالنار يقولي المخرج ومحمد نعم صلاح الغير ها قرقات تقولي لوم ورقات مش شدي أفكر وأنا خديتك أفواحة ديل من زمان رحتاي سلمتك على النجوم نعم واسمع لصوت شونية ويشوق جمانا سواء أحنا وحبايبنا على شط بحر الهو رسية مراكبنا رسية مراكبنا رسية مراكبنا موسيقى 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 موسيقى